بعد سنة على مقتله لا يزال ملف أسامة بن لادن محاطا بغموض كبير أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول من العام 2001 هي مجموعة من الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة في ذلك اليوم من العام 2001 تم تحويل اتجاه أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها بعد ساعات من أحداث الحادي عشر من سبتمبر وجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن أعلن في هذه الليلة للأمريكيين وللعالم أجمع عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن المسؤول عن مقتل آلاف الأبرياء من رجال نساء وأطفال قتل أسامة بن لادن فجر الاثنين في الثاني من مايو أيار من العام 2011 من خلال عملية دهم دامت أربعين دقيقة حيث ابتهج الشعب الأمريكي بمقتله وخرج في احتفالات في الشوارع أحداث الحادي عشر من سبتمبر أدت إلى تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية وبدأت هذه التغييرات مع إعلان الحرب على الإرهاب وقد أدت إلى شن حرب على أفغانستان وسقوط نظام حكم طالبان والحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين ورغم مرور عقدا من الزمن على هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول فلا تزال أسبابها ودوافعها محل شك كبير حتى داخل المجتمع الأمريكي ولا تزال تثار أسئلة هل هي مدبرة ومن دبرها وما الغاية منها وربما تحتاج الإجابة على هذه الأسئلة عقودا عدة لكي يعرف العالم حقيقتها ترجمة نانسي قنقر